تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سلبي برشلونة اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد بالتعاون مع برشلونة نيوز على الفيسبوك حلقة اليوم بعد فوز برشلونة المهم على أوساسونا الفوز اللي جاء بعد مباراة كانت ظروفها واضحة في مؤشرات إيجابية بفوز أوروبي جميل خسارة ريال مدريد في الدوري وأيضا اتفاق الرواتب اللي حصل في إدارة برشلونة يعني أمور بدأت تترتب داخليا عند النادي وكان فيه شوية أمور سلبية أبرزها غياب بيكين الفريق دخل اللقاء هو عنده رسالة واضحة لابد من الفوز لابد من تعديل الأمور لأنه لو فاز اليوم وفاز مؤجلته الثانية حيصير نفس نقاط ريال مدريد في حين الخصم هو أوساسونا المتذبذب جدا يفوزه بتعادل وبخسر فريق ما إلوش وجه يعني مستوى تطالع نازل حسب الخصم الخصم اللي بتفوق عليه بينهي والخصم اللي بيعطيه وجه بلعب معاه عادي كومان بدأ ببرايتويث أساسي مكافأ له على الأغلب في المباراة الماضية ومحاولة إثبات أهمية وجود رأس حرب للفريق وكأنه بيقول الإدارة قلت لكم دي باي في الماضي وأيضا بعض اللاعبين اللي بلقوا جريزمان كوتينيو ميسي وشفنا بيدري وديون لما شفنا الأسماء أول شي توقعنا 4-3-3 لكن بعد شوي في اللقاء تبين أن الشكل بتراوح ما بين 4-3-3 و4-2-3-1 بتغيير مستمر كان مش ثابت خلال المواجهة ومن أول دقيقة شعرنا أنه خط وسط برشانا بتحرك بشكل ممتاز جدا حركية كبيرة جدا إغريزمان بيّن أنه بدو ياخد حرية ميسي بيشاركه في بعض المساحات الاتنين عم بيتبادلوا كثير كوتينيو عم بيتحرك دي يونغ عم بتقدم برايتويث عم بيثبت قلوب دفاع الخاصة معاه مع أنه يعني ثابت بس مثبت معاه ناس فبين أنه هذا خط الوسط عم بيلعب كرة اليوم أفضل هذا الشي خلالنا نشوف برشانا بيبين شوي شوي أنه عم بيسيطر على اللقاء ومسألة الوقت وفوز هيجي فشفنا في نصف الشوت الأول فقط ستة تزديدات لبرشانا مقابل واحدة قبل ما ينتهي الشوت ب13 مقابل 3 باستحواد فوق 75% الأمور ممتازة جدا مش بس إغريزمان وميسي وكوتينيو أيضا كان متحرر جدا في خط الوسط هذه الحرية الثلاثية خلتهم الثلاثة دائما قادريني أمنوا خيار تمرير للعبين الآخرين تلقى قلبة دائما بيلقى دي يونج كوتينيو دي يونج بيلقى معا بدري وبعدين بيلقى لقدامه ميسي نفس الشي على اليمين دستو بدري بيلقوا جريزمان هذه الحرية كانت دائما قابلة أن تخلي المسافات بين اللعبين أقل قابلة أن هالكرة تنتقل بتميرات قصيرة بدون ضرورة الذهاب للاندفاعات الفردية والمراوغات طبعا تحرير جريزمان كان واضح للجميع يعني أول مرة نشوفه جريزمان من فترة عم بيلحب بها للحرية وميسي معاه في أرض الملعب وكأنه كومن قرر وحنا الخيار اللي هو أفضل للفريق اللي هو آه ميسي أفضل لعب في العالم بالتأكيد بالنسبة لكل برشيروني وميسي هو اللاعب اللي لازم ياخد كل شي بالدية في أرض الملعب عشان يعطينا كل شي بيقدر عليه بس بنفس الوقت أنا عندي لعب ثاني بيقدر يفرق بالنتائج ما بقدر أعدمه تماما بدي أحاول أخذ من ميسي عشر عشرين بالمية من مساحته وعطيهم لجريزمان وهذا اللي حصل فجريزمان لما تحرر اليوم شعر نفسه عم بيلقى بدري عم بيلقى دست عم بيلقى ميسي بعض الأحيان وكل الجميع يبلش يحس بأهميته في أرض الملعب نعم ميسي مازال الأهم بس أنا مهم يعني شعر في أهميته هذا الشي اللي خلالنا نشوف هذا اللاعب مرة ثانية عم بيصير أكثر قطرا في الأمات سرع هدف محقق ضيعه كوتيني ثم سجل هدف رائع وحتى بهدف برايتوت كان هو عم بيعمل زيادة عددية ولا لحظة كانت مهمة جدا لأنه سحب المدافع اللي كان أقرب ما يكون للكرة لما ارتدت وأيضا صنع الهدف الثالث يعني وطبعا هدف الثالث شفناه هو افتيكاك لأنه مسألة اللاعب تحطه رأس حربة وتعزله زي ما كان يصير معها بيطلع من جو المباراة ببلش يشك بنفسه فلما تيجي الكرة مش ضروري يلعب بالشكل الصحيح لكن لما يكون دائما جو الجو جو التركيز زي عقله من المباراة أحا يعطيك اللي أعطاك يا إجريزمان فشعور إجريزمان بأهميته أساسي لوصول إجريزمان لشيء مهم هذا الموسم ولما خسر برشلولة مع عتلتكم مدريد طلعت حكية الفريق ما بيلحب سيئة حتى لو خسر مع ريال مدريد ما كان سيئة أبدا مع عتلتكم ما كان سيئة وكان يستحق أكثر من الخسارة بالتأكيد بس قلت انه بلش يشبهني يعني أذكر في كومن بلو بتيجي إصابات من هون وسوء حظ من هون فالموضوع بلش يفلت فصار التوتر ففلتت الأمور مع المدرب الإسباني في المدريد لكن بالنسبة لكومن اليوم شفنا أهمية أنك تسجل هدف مبكر فريق برتاح فريق بيلعب الفريق بستعرض الفريق بيعطيك كل قدراته الفنية بتصير تحس فيها تصير تشوف الإيجابيات لأنه طول ما النتيجة مش فوز كل شي بعين الجمهور سلبي بشكل عام بالنسبة لمعطيات الموسم من إصابات من فوضى انتقالات متراكمة أنا بقدر أقول كرة القدم اللي بتتقدم في أرض الملعب مع برشلون حتى لما خسر معها تلاتيكو أو فاز اليوم كرة قدم جيدة مقبولة الكرة بتنتقل من الخلف الأمام بشكل طبيعي اللاعبين المسافات بينهم واضحة تحركات اللاعبين أفضل بكثير من الماضي دور ميسي المركزي ظل مركزي بس ما كان زي دوره مع فالفيردي أو سيتين إنه دور الوحيد لا في أدوار أخرى للعبين آخرين في تحسن كثير عن مصير هذا الشي حكيته في حلقات خسر فيها برشلونة وبرجأ أحكي اليوم لما يفوز برشلونة يعني من حسن انتشار من ضبط رتم من حتى زيادة عددية في منطقة الجزاء كنا نشوف كوتينيو غريزمان وطبعا ميسي يساعدوا برايتويت في هذه الزيادة العددية كانت كل هاي مؤشرات إنه هذا الفريق في أكثر مني ناحية هو عم بلعب بشكل جيد جدا خلوني أوقف مع برايتويت وأقوله بصراحة برايتويت مهاجم أنا أنا كمحمد عواد لو بعرفه شخصيا بحبه لأنه ببساطة رجل مقدر في النعمة اللي هو فيها أنا بلعب برشلونة فعم يعطي كل شي في أرض الملعب وعم بذبح نفسه في أرض الملعب وهذا الشيء كويس له بس هو الآن مهاجم طوارئ كجودة؟ لا مش جودة برشلونة اليوم فاز بكرة حتيجي مبارة مسكرة مش هيقدر يفيدك حفيدك مبارتين ثلاثة ويفلت منك اتننتين ثلاثة مش هذا اللي بدك يا اللي بدك يا مهاجم قادر يجي بحل فردي وبنفس الوقت يقدر يلعب أدوار برايتويت اللي بدك يا سواريس قبل خمسة سنين فهذا الأساس تعبر شلونة لأنه فريق كبير ما بصير يدور حل نص نص يعني لخط الهجوم نعم يكافأ ويقدر على جهوده خط الطوارئ ممتازة ممكن حتى تكمل لآخر الموسم بس بعد ذلك في الصيف لابد من مهاجم يسجد كثير ويلعب كثير طبعا شوفنا كومن بين الشوطين بدخل بوسكتش وبيسحب بدري بدري اللي يبين تماما إنه ما بيقدر يلعب بهذا الدور كمحور كتير بتحسه بعيد بتحسه هو أصلا ممكن مش ع نفسه مش قدراته هادي فطبيعي إنه سحبه ما بده يخليه فترة طويل في أرض الملعب مش مرتاح نزل بوسكتش كان الهدف يضبط الرتم يمشي دقاء قلقة وهذا لي نجح فيه الفريق خليني أوصل لشغلة نهائية أختم فيها تكلمت عن برشانة في شكل إيجابي اليوم وطبعا لسه في عيوب يعني ما تكلم بشكل إيجابي في نظر للظروف يعني لسه العيوب واضحة في بعض المركز الدفاعية مسألة خط الوسط لسه الفريق فعليا ما بيعرف يفتك كرة زي ما لازم يفتك كرة اليوم كان أفضل من الوضع الطبيعي بس لسه بده وقت لكن في أمور ما حتنحل بإيد كومان في أمور ما رح يقدر كومان يحلها لأنه كل شيء حيعمله حيخلق مشكلة بدهوا لعب غريزمان وميسي وبرايتويت حيلعب معناها بدون جناح يعني دمبلي برة طيب بدهوا لعب دمبلي حصير بدهوا طلع برايتويت أو غريزمان مشكلة تانية نفس الشيء في خط الوسط حتواجه نفس المشكلة بدهوا طلع بوسكتش صار الفريق بدون أي لعب قاطع كورات موجودة على أرض البلعب حقيقي أيضا طلع رجع بوسكتش معناها بدك تلعب يا بدريا كوتي لأنه فيه فريق نظم غلط بني غلط طبيعي دائما ما نوصل حال مثالي فالمطلوب الآن من كومان يركز على شيء واحد النتائج فقط كل هاي الأمور الجانبية الناس رح تنساها طول ما إنت فايز لو تقعد دمبلي عشرين مباراة حتياطي وإنت متفوس حيقوله قرار حكي ولو تقعد جنبك لاعب أصلا الناس ما بتعرف وخسرت مباراة حيقوله هذا السبب هذه هي كرة القدم فالظروف الإدارية الفوضوية اللي بتراكمت بتخلي كومان لازم يفكر بشكل عملي ما يفكر بمحاولة إرضاء الإعلام هذه النصيحة الأساسية لكومان لأنها الموسم بشكل جيد طبعا شفنا إصابة لينجلي في النهاية أتمنى ما تكون إصابة طويلة لأنه فعلا يعني أنا شخصيا ححسن على كومان يعني الرجل هذا كل ما يصلح مشكلة يطلعون له مشكلة ثانية إصابات وإصابات في أماكن أصلا غلطت فيها الإدارة باعته ديبو تكلمنا فيها بتويتر زمان وقلنا غلط وانبعته ديبو والآن فريق بدون قلوب دفاع بصير فبصير بدون بيكي وبدون لينجلي إذا طلعت إصابة فويلة يعني أمتيتي بنعرف إلا إذا عمل معجزة ورجع لمستوى لقبل سنتين ما دون ذلك برشنا عن أغلب حيتخلت مشكلة دفاعية كبيرة هذا الموسم وما بعرف للأسف إنه حيتحملها المدرب لأنه هيك طبيعة كرة القدم في الأنذية الكبيرة كنت معكم أنا محمل أول موجود فيسبوك تويتر إنستغرام وضروري تتابعوني على قناة سيربي سبورت في اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله